بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي الطلبة والطلبات أهلا وسهلا بيكم أتمنى كلكو يا شباب تكونوا كويسين وبخير نهاردة إن شاء الله وبإذن ربنا هناخد آخر درس في التراجنومتري درس سهل وبسيط الطيتل بس شكله كبير أو يخض كده يا مستر كل ده ده موضوع عبيت أوي بعنوان finding the measure of an angle given the values of one أو given the value of one of its تراجنومتريكال ratios بالمناسبة الدرس ده احنا يعتبر أخدنا قبل كده أنا مش هقول ولا كلمة جديدة في الدرس ده كلها معلومات أنت أخدتها في درس related angles اللي هم يا من درسين فاتوا كده ناشي الموضوع سهل وموضوع عبيت أوي تعال كده واحدة واحدة نبتدي نشوف إيه بقى فكرة الدرس ده الموضوع بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة لو أنا جيت قلت لحضرتك هو sign any angle اللي بهوف sign any angle اللي بهوف واحد يقول لي سهلة هعمل شفتها sign تطلع الإجابة 30 sign is 30 وفي واحد حافظها يقول لي أنا عارف أن sign is 30 هي اللي بهوف السي تاب 30 أقول له لا استنى إجابتك نقصة يا معلم إجابتك نقصة يا معلم أنت كده إيه الفرق بينك وبين الطالب بتاع 3 عدادي ما هو طالب 3 عدادي لو جيت سألته sign any angle بوف يقول لي sign is 30 أقول له لا أمال إيه بقى في زواية تانية تقول لي إيه ده زواية تانية إزاي اه امسك كده الألة الحزبة بتاعتك امسك الألة الحزبة بتاعتك لو أنت مش متأكد وكتب فيها sign 150 اكتب كده sign 150 هتطلع برضو برضو هوف تقول لي إيه ده ده فيه إجابتين بقى وهذا فيه أكتر كمان تقول لي ما أنت ممكن تزاود 360 تزاود 360 إيه ده ده فيه حلول كتير قوي تقول لي ده بو نعرف منين بس إحنا هنتكلم دلوقتي على الانترفال اللي هو سيتا بتاعتي بتبيلونج من 0 لل360 اللي هو كله بقى كل حاجة يعني يعني من 0 لل360 خلينا نتكلم على الحلين دول فتقول لي خلاص فيه حلين اتنين حل اللي انت قلتلنا عليها مصر لوحد 30 وهذا حل تاني اسمه 150 جبتون منين عرفت منين اقول لي حضرتك عرفنا من حاجة اسمها الاس تكرول ركز بقى معايا بوسيدك الموضوع ده انتو عارفينه كله sign any angle love off خلي بالك sign رقم positive هو sign رقم positive فين وفين تقول لي في الفرست وفي السكند لو انت عايز تجيب اللي في الفرست هنعمل shift sign عادي جدا عايز اجيب اللي في الفرست بعمل shift sign جبت الزاوية بتاعتي اللي في الفرست طب ما استنى ما sign positive هنا كمان اه طب لو عايز تجيب زاوية في السكند بتعمل ايه حد فاكر كده لو عايز اجيب في السكند كنت بعمل 180 مينس ثيتا اه 180 مينس طب مثلا مثلا لو عايز اجيب زاوية في الثيرد القانون دي هتحفظها بتعمل 180 بلاس ثيتا 180 بلاس طب لو عايز تجيب زاوية في الفورث كنا بنعمل ايه بتعمل 360 مينس ثيتا دايما كنا بنستخدم يا 180 يا 360 ليه؟ عشان خطر اخلص من قصة لو دخلت في قصة 90 بلاس ومش عارف ايه بخش في قصة جود وباد والساين تقلب كوساين وحوارات كده تقول لي طايب نرجع بالمسألتنا في صاين انهي انجل بهاف هعمل shift sign هتطلع الايجابة معايا 30 هل دي الايجابة الوحيدة؟ لا الصاين positive فين وفين انا شايفه first و second انا جبت اللي في الفرست اجيب ازاي اللي في السكند؟ بص كده على قطون السكند اعمل 180 الاجابة التانية minus 30 minus الثيتا اللي انا لسا جايبها تطلع الاجابة معايا 150 ولو عايز تتأكد امسك كده الالة الحزبة بتاعتك تعال كده نطلع الالة الحزبة ونكتب sign 150 نشوف كده الكلام ده صح ولا غلط ايه ده فعلا بهاف ايه كتب sign 30 ايه ده ده فعلا مستر sign 30 بهاف شفت بها باشا تقول لي تمام فهمتك طب بص مسألة كمان كده لو جيت قلت لحضرتك cosine any angle المرة دي هو اللي بهاف cosine any angle اللي بهاف تقول لي سنة هو الكوسين يا مستر اهو هعمل بس الجلام ده كده هشيل الحاجات دي كده اهو الكوسين positive 2 و 2 بص كده على الرسمة الحلوة دي الكوسين positive 2 و 2 اهو في الفرست كده كده في الفرست كله positive وفي الفورت اهو تقول لي طب اجيب ازاي اللي في الفرست سهلة اعمل shift cosine اكتب كده shift cosine half تطلع لك الثيتة ب60 طب هل دي الإجابة الوحيدة؟ لا في إجابة تانية اجيب ازاي التانية يا مستر انا عرفت ان في الفورت بص كده على قانون فورت 360 minus الزاوية دي 360 minus 60 اللي انا لسه جايبها حالا تطلع الزاوية 300 دجريز مش متأكد وعايز تتأكد وماله طلع يا باشل قال الحزبة بتاعتك كده واكتب cosine 60 تطلع بهوف ادي اول إجابة صح اكتب cosine 300 ودوس ايكم برضو بهوف يبقى دول الإجابتين بتوعي تقول لي فهمتك يا مستر فهمتك طب بص معايا كده والكلام ده احنا واخدينه قبل كده على فكرة كلام ده احنا لم يقولش ولا كلمة جديدة ولا كلمة جديدة بنقولها طب بص معايا كده بص بص cosine negative طب هو cosine negative فين وفين الCosine positive في الفرست والفورث يبقى نيجاتف فين وفين في السكن والثيرت الايجابتين بتوعي في السكن والثيرت تقولي تابو دولا اجيبهم ازاي بص بقى بتعمل ايه بتعمل Shift Cosine من غير الNegative من غير Negative اعمل Shift Cosine من غير الNegative هيطلع لك زاوية الزاوية دي ب60 هل دي اجابة من اجاباتي لا لا مش اجابة من اجاباتي ام لنا اجاباتي في السكن والثيرت يبقى اول اجابة في السكند اعمل ايه اعمل 180-60 تطلع ب120 دي اول اجابة يا باشا تاني اجابة اعمل يا مستر الثيرد هعمل 180 بلس 60 تطلع ب240 ديجريز الايجابتين دول ال240 وال120 هما دول اللي الكوسين بتاعهم بنجاتف تعالنا نتأكد كده تعالنا نطلع الكالكوليتور بتاعتنا ونكتب كده كوسين 120 يطلع بكام بنيجاتف هاف تعالنا نكتب كوسين 240 وندوس ايكو يطلع بنيجاتف هاف هو كمان يبقى حلي صح يبقى عرفت الحدوتة كلها بتاع لو عندك دك كوسين نيجاتف بنعمل ايه بعمل شفت سين او شفت كوسين او شفت تان من غير النيجاتف من غير النيجاتف عرفنا كده القصة ادينا واحدة كمان كده مستر عشان ايه حتة النيجاتف دي مش واضحة قبل بص معايا كده لو قلتلك تان انهي انجل اللي انا معرفهاش اللي بنيجاتف وان حلو قوي تقول لي ماشي التان نيجاتف هو التان نيجاتف فين وفين خلي بالك التان بوزيتف في الفيرست وفي الثيرت التان بوزيتف هنا يبقى نيجاتف فين سكند وفورث تقول لي طب هعمل ايه هعمل شفت تان للنيجاتف وان ايه سوري للون من غير النيجاتف شفت تان وان هعمل شفت تان من غير النيجاتف تطلع 45 هل دي إجابة من إجاباتي؟ لا لا تقول لأنا عايز اللي في السكند و اللي في الفورس خلاص أجيب إزاي اللي في السكند بصوا كده على قنوة السكند 180-45 تطلع 135 دي أول إجابة تاني إجابة أجيب اللي في الفورس إزاي 360-45 تطلع 300-15 يبقى دولي الإجابتين بتوعي تعالى نتأكد كده تعالى نتأكد نكتب كده تان ال-135 يطلع بكام على طول تعالى نكتب تان ال-315 وندوس إيقوى يطلع برضو ب--1 هم دول يا باشا الإجابتين بتوعك تقول لي طب هو بيطلب أنهي واحدة هل لازم أطلع الاتنين؟ لا هو هيجي يقول لك والله السيتة بتاعتي ركز معي بقى يجي يقول لك إيه انت خلاص عرفت إن دول الإجابتين يقول لك السيتة بتاعتي بتبلونج مثلا من أول ال-270 لحد ال-360 ويسكت هو كده عايز أنهي واحدة عايز دي ولا دي؟ لا عايز تاني واحدة فهمت الحدوطة والقصة كلها إيه؟ قادي يا سيتة الدرس قادي القصة كلها ودي الحدوطة كلها بس كده طب ما نعارف المعلومات دي يا مصد أي يا أخوي هو ده الدرس شفت بقى القصة والحدوطة كلها يبقى أنت كل اللي هتعرفه إيه اختلت قوانين دول لو سمحت تعرفهم واحد يقول لي طب لو في الفيرس طب ما في الفيرس بعمل شفت كوسين عادي أو شفت ساين أو شفت تين ده كده الدرس تعال نحل كم مسألة اللي عليه وخلاص شكرا على كده زي ما انتو شايفين درس سهل وعبيد بالمناسبة افرد محددش هو عايز أني واحدة افرد افرد محددش بنعمل ايه؟ اختار الصغيرة لو محددش اختار الصغيرة وخلاص ماشي يا أسادزة فبص معايا هنا كده بيقول لي حضرتك الثيتة عمل شفت ساين لروت ثري أوفر توي يبقى الثيتة بكام إيه ده لما أنا هكتب على الكلك اعمل شفت ساين لروت ثري على توي كأني بيقول لك ساين أني أنجل لروت ثري على توي اعمل شفت ساين تقول لي بس المفروض كده فيه إجابتين ايوة ما هو ما حددش هو عايز أني واحدة خلاص هختار الصغيرة اهو تمام يبقى أنا هعمل ايه؟ انا هعمل شفت ساين لروت ثري على توي بس كده بس كده بس كده يبقى لو ما حددش اختار الصغيرة وخلاص يعني دي حاجة متعرف عليه خلاص سكست بس كده بس كده ماشي يا حبايبي اللي بعته اللي بعته بيقول لحضرتك كوسك الزاوية اني زاوية اللي بنيجاتف توه تقولي استنى انا بشتغلش الكوسك اما ليه يا كوسك دي مقلوب الايه مقلوب الصين يبقى الصين ركز معي انا شقلبت الكوسك خليتها صين وشقلب دي مش ديه نيجاتف توه على وان لأ تبقى وان على نيجاتف توه او نيجاتف هاف يعني نيجاتف فوق تحت مش فرق طيب نرجع بالمسألة الصين ركز معي كده الصين نيجاتف فين افتكر معي ادي الاس تكرول الصين يا باشا بوزيتف في الفرست والسك بوزيتف هنا يبقى نيجاتف فين في الثيرد والفورث يبقى انا عايز اجيب اللي في الثيرد او الفورث هو عايز اني واحدة ركز معي هو عايز على فكرة اللي في الفورث مش عايز اللي قالك من 270 ل360 تقول لي خلاص انا هجيب اللي اتنين انا اول اول ستبل او حد فاكر بعمل شفت صين من غير النيجاتف من غير النيجاتف تطلع 30 هل دي اجابة لا تقول لي بمال هعمل ايه هرجع عامل ايه دلوقتي نرجع نقوم عاملين انا عايز اللي في الثيرد والفورث مرة اجيب اللي في الثيرد هعمل 180 بلاس الثيرد تطلع 210 ومرة تانية اجيب اللي في الفورث هعمل 360 مينس الزاوية اللي هي 30 تطلع 330 دول اجابتين صح 100% 100% الاجابتين دول لو قلت صين 210 هتطلع نيجاتف لو قلت صين 330 برضو هتطلع نيجاتف هو عايز اني واحدة عايز اللي في الفورث عايز 330 شكرا ادي يا باشا ادي الموضوع كله بمنطقة البساطة شفت القصة سهلة وعبيطة ازاي؟ طيب بس تأذنك امسح الكلام ده نخش على بعده تان انهي انجل اللي بالرقم ده تقول لي خلاص ادي الاس تكرول بتاعتنا التان نيجاتف التان نيجاتف فين وفين تقول لي هي بوزيتف فرست وثيرت بوزيتف هنا يبقى نيجاتف هنا وهنا سكند وفورث هو عايز اني واحدة عايز اللي في السكند يا باشا تقول لي خلاص هعمل شفت تان من غير النيجاتف تطلع ثيرتي هل دي الاجابة؟ لأ انا عايز اللي في السكند يبقى اعمل 180 مينس الثيرتي تطلع 150 ماشي؟ موضوع سهل اللي بعده بيقول لي تان الزاوية بالرقم المعرفن ده 2.1 واي بيقول لي تاب استنى هو التاني بوزيتف فين وفين التاني رقم بوزيتف ہےو بوزيتف ولا مش بوزيتف يا مستر في الفريست والثيرت طيب أعايز هذا اني واحدة وهو عايز اللي في الفريست ولا عايز اللي في الثيرت؟ تقول لي هو قالني منال مينتي لحدي ثيرتي قال لي في اي واحدة من الثلاتةたول ايوما هيكيد في الثيرت واحد يقول لي شميعنا بقى مش في الثالث 10 يبني ماهلو في السكند او في الفورس كان زمانها بالنيجاتف بالنيجاتف ايه ده هي بالبوزد ايه بخلاص هو بيتكلم عالثيرت تقول لي خلاص هعمل ايه هعمل شفت تاني اجيب الزاوية تقول لي هيطلع رقم بالديسمال يا عم يتنايل يطلع زم يطلع بعدين اجيبها ازاي في الثيرت ها هعمل هاندرد ايتي بلاس الرقم اللي هيطلع لي معايا كده لحد دلوقتي حلو قويب انا اول حاجة هعملها دلوقتي او مطلع الالحسب طبعا ده ارقام بالديسمال المقرفة هعمل شفت تاني وكتب 2.1 عادي جدا طلع رقم بس بس ايه القرف ده عادي ولا يفرق معي بعدين اعمل ايه هل دي الاجابة لا انا عايز اللي في الثيرت هعمل هاندرد ايتي بلاس الانسر المعافينا دي ودوس كومة الزاوية هي طلعت بكام بقى الزاوية بتاعتي طلعت 244 دجريز 32 منت او رجعها ديسمال زي اما هي هي بس 244.5 الين هي فين الين هي رقم سي ماشا حبيبي ده القصفة كلها وده الحدوطة كلها ده ساة هبل هبل يعني بص اللي بعدى ذهب الزبط بيقولك التان positive احنا قولنا التانو positive فين وفين يا ولاد قولنا التان في الفيرست والثيرت اهم بص نفس الحاجة في الفيرست ادي الاس تكرول في الفيرست والثيرت التانو positiv هنا وهنا هو عايز اهن واحد هلل عايز اللي في الفيرست لأ دا عايز اللي في الثيرت عشان قل من ناينتي لسري سكستي دا اكيد عايز اللي في الثرد خلاص هعمل shift تان يطلع لي رقم هل ده الإجابة لا أعمل 180 بلس الرقم ده يبقى أنا نفس اللي عملته بالظبط في الفكرة اللي فاتت يبقى أنا هعمل أول حاجة shift تان واكتب 1.8 يطلع رقم منيل بعدين قم عامل 180 بلس الرقم المؤرف ده ودوس كومة طلعت الزاوية 200 and 40 degrees 56 minute و43 point حاجة سكنز اللي هي تقريبا 57 اللي هي تبقى كام اللي هي تبقى رقم c ماشي يا أولاد نيجي للسؤال اللي بعده بيقول لي 5 كوتان 90 بلس فيتا equal 12 وعايز يعرف مش عارفه طيب تعال نكتب اللي هو كاتبه لي ده 5 كوتان 90 بلس فيتا طب مردين معلش هو 90 بلس ده جود ولا بد تقول لي دي بد الكوتان بتتحول تان بس استنى هو 90 بلس أنا فين في السكند والسكند الكوتان فيها مالها نيجاتف حطيت نيجاتف كلام ده بـ 12 صح؟ درس related angles نزل الـ 5 تحت يبقى تان الثيتا بـ 12 على 5 قادي يا باشا المعلومة بتاعدي هو عايز ايه؟ عايز الزاوية تقول ليه هو عايز الزاوية؟ لا هو عايز كوسين 90 بلس ثيتا يعني بس بس عايز ايه؟ 90 دي بد هتحول لي الكوسين لسين الثيتا صح؟ بس 90 بلس ده أنا في السكند والكوسين نحن نتكلم مع كوسين يبقى هو عايز نيجاتف صين ثيتا هو عايز نيجاتف صين تقول لي خلاص واحد يقول لي هاجب الثيتا وبعد نعمل لحط لها نيجاتف وقول نيجاتف صين صح جدا ده كلام محترم جدا 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 لنك تقدر تعمله طب تعالي بقى نرجع لمسألتنا اهو تان الثيتا بالرقم ده ماشي التان نيجاتف فين وفين هو بوزد الفيرست وثيرد نيجاتف سكند وفورث هو عايز اني واحدة عايز اللي في السكند يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل شفت تان من غير النيجاتف شفت تان من غير النيجاتف اهو تعالي نعمل الكلام ده يبقى انا اول استيب هعملها هقوم جاي كده عامل شفت تان من غير النيجاتف اللي 12 على 5 هيطلع رقم مقرف مش مهم طلع الرقم ده بعدين يا مستر هل دي الاجابة بتاعتي؟ لا التان نيجاتف فين وفين قلنا في السكند والفورث هو عايز اللي في السكند خلاص اجيب اللي في السكند ازاي 180 مينس الانسر دي الاجابة بتاعتي دي الانجل هل هو عايز الزاوية دي؟ لا لا هو مش عايز هو عايز نيجاتف صين الزاوية دي خلاص نيجاتف سوري نكتب كده نيجاتف صين الزاوية دي الانسر بس كده هو ده اللي هو عايزه طلعت بكام negative 12 على 13 اللي هي الإجابة الأولى بالمناسبة كان في حل تاني ايه بقى الحل التاني الطلبة الشطرة بق الطلبة اللي عارفة انه ممكن يستخدم طريقة الorder pair هو التان التان مش المفروض ده على ده طيب انا هكتب 12 وال5 اهو 12 على 5 بس استرنا حطي negative هنا ولا هنا تقول لي هتفرق هتفرق حطي negative فين هحطي negative بوس مشانا عارف اني في السكند بام مشي negative واطلع بوسدر اهو negative هنا حلو اهو طب هل ده بيقطع هلا قدر اقولي ان ده كوسين وده سين لا ما قدرش ليه لان ده ما بيقطعش اليونة سيركل تقول لي طب ازاي اخليه يقطع اليونة سيركل اعمل سكوير روت ده power 2 زائد ده power 2 يطلع 13 اقسم دي على 13 واقسم دي على 13 ده كده اسمه الايه اسمه كوسين ده كده اسمه الايه اسمه السين يبقى السينه هل هو عايز السين لا لا ده عايز negative السين عايز negative 12 على 13 اه تمام شفت شفت كله مربط ببعضه ازاي كلام ده كله كله اتكلمنا عليه في درس related angles طيب مسألة رقم سبع بيقول لي y equal sine الكلام ده طب تعالي نمشي واحد واحد 90 دي بعد هتحول لي ال sine ل cosine theta حلو كده ماشي و90 minus يعني في الفرس خلاص يعني ال y بcosine theta دي ال y اهو كني مثلا بقولك cosine any angle اللي باي كوسين خلاص هعمل shift cosine لل y تقول لي يعني ايه مش فاهم يعني مثلا تخيل معي كده طلع cosine theta by او برقم مثلا ب half هو انت لما بتيجي تجيب theta بتعمل ايه بعمل shift cosine لل half اه يعني انا هعمل shift cosine لل y اللي هي فين بقى اللي هي رقم b اعرفت القصة والحد دي كلها ما تخليوش يتحك عليك ماشي استأذنك امسح ده عشان يبقى عندي مكان للحل رقم 8 بيقول لي الكوسيك بالرقم ده شقلب الكوسيك السين مقلبها على طول مدام شقلبت ده شقلب ده على طول negative 1 على root 2 صح يعني شقلبت دي بدل ما root 2 على 1 حطت 1 على root 2 وحطت ال negative بعدين بيقول لحضرتك ايه بيقول لك then each of the following could be the value of theta except كل دول ينفعوا مع ده واحدة تقول لي طيب نمسكها واحدة واحدة حبيب هو السين negative فين وفين السين نيجاتف خلي بالك السين نيجاتف فين وفين تقول لي والله السين نيجاتف في الثيرت والفورث صح ولا لأ طب لو عندي زاوية في السكند او زاوية في الفيرت هل ينفع مستحيل فمبدئيا دي غلط ليه لانها في الفيرت ازاي يعني سين الفورتي فاي في طلع النيجاتف وانا على root 2 غلط شفت انا على طول طلعتها بالمخطب واحدة يقول لي طب ازاي كل دول ينفعوا انت مش قلت ايجابتين بس لا ما هو تعالى نجيبهم تعالى نجيبهم نجيب ازاي اللي في الثيرت قلت بعمل شفت صين من غير النيجاتف تطلع فورتي فاي دي مش اجابة ازاي اجيب اللي في الثيرت هعمل هاندرد ايتي بلاس الفورتي فاي تطلع تو هاندرد توينتي فاي ده حل صحيح مية في المية ماشي بالمناسبة الرقم ده لو نقصت منه ثري سيكستي هيحصل حاجة لا هيديك الرقم ده ايه ده بجد اه طب تعالى نجيب اللي في الفورس اجيب اللي في الفورس ازاي بعمل ثري سيكستي ماينس الفورتي فاي هيطلع ثري هاندرد ففتين ده صح طب نقص منه ثري سيكستي هيديك الرقم ده لو مسكت الرقم ده نقصت منه ثري سيكستي هيطلع نيجاتف فورتي فاي برضو صح كل دول صح ما عادة اي واحدة ما عادة الفورتي فاي لانها في الفرست ماشي حبيبي المسألة اللي بعدها question 9 بيقول لي الثيتا رقم ما بين الـ 90 والـ 180 يعني في السكند والـ tan negative طب ما نعارف ان الـ tan negative في السكند هو اللي بيقول لي انه في السكند الـ tan negative فين وفين في السكند والفورس هو بيقول لك لا 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 انا في السكند حلوة عايز ايه عايز سيك 90 مينس ثيتا تقول لي استنى الـ 90 دي بادة هتحول لي السيك لكوسيك الثيتا الراجل عايز يا باشا كوسيك الثيتا دا اللي هو عايزه ماشي تقول لي سهلا هاعمل ايه هاجيب الزاوية بعدم اجيب الزاوية اعمل لها كوسيك اللي هو إيه كوسيك اللي هو 윤�وقة على الصين تقول لي طيب هنجيب الزاوية أزاي بعمل شفتتان من غير النجة شفتتان من غير النجة ماشي بعدم اعمل شفتتان من غير النجة هل دي الإجابة بتاعتي لا انا عايز اللي في السكند تقولي طيب هنجيب الزاوية ازاي? بعمل من غير ماشي? بعد ممعمل من غير هل دي للاجابة بتاعتي? لا انا عايز اللي فى الساكن هعمل منص الزاوية اللى هتطلعلي. دي الزاوية بتاعتك خلاص بعدين احسبا لها الكوسك اللى هو عايزه. تقولي ماشي يالله نعمل الكلام ده. يبقى انا هعمل اي دلوقتي حبيبي هعمل اي دلوقتي? هعمل رقم مؤرف ولا يهمني ولا يهمني انا هعمل ايه بقى دلوقتي هل ده الاجابة اللي انا عايزها لا انا عارف انه في السكن هعمل 180 مينوس الانسر دي الزاوية بتاعتي هو عايز ايه عايز الكوسيك بتاعها الكوسيك اللي هو ايه وان على صين الزاوية صين الانسر ونقفل البركت عشان ما يدينيش ارور وندوس ايكول يطلع سيرتين على تولف اللي هي رقم كام رقم دي بالمناسبة في حل تاني طبعا في حل تاني هي 2.4 دي اللي هي كام على كام كام اوفر كام 2.4 دي بس على نكتبها كده نعرف هي 2.4 دي يعني كام على كام يعني 12 على 5 يعني المسألة بقى هو بيقولي النتاين الثيتا طلعت بكام زي ما قلنا بنيجاتف 12 على 5 اهو اللي هو الرقم ده طيب نعمل بطريقة الوردر بير التان مش انا بكتب التولف هنا والفايف هنا بس استند انا في السكند احط النيجاتف هنا ولا هنا حطها هنا حلو قوي تقولي هل اقدر اقول ان واحد من دول السين واحد من دول الكوسين لا ما اقدرش ليه لانه ما بيقطعش اليونت سيركل اخليه يقطع اليونت سيركل اعمل سكوير روت ده بارتو زائد ده بارتو يطلع 13 وده 13 اقسم ده على 13 وده على 13 دلوقت اقدر اقول ان ده كوسين وده الصين صح 100% طب او عايز ايه عايز الكوسيك مقلوب الصين يعني شقلب ده شقلب التولف بعد 13 يبقى 13 على 12 شط الموضوع بل ازاي طب اللي بعده ايه ده احطها على الاحزب تقولي ايه ده بجد كده اه اه اعمل شفت تان شفت ساين 0.7 بس كده اه شفت ساين وبالمناسبة طب افرد ما جاتش افرد ما طلعتش بص بص تعالي نشوف كده طلعت 44 دجريز 25 مينت موجودة خلاص صح دي صح ما قدرش اقول مدام محدد ليش انتيرفل خلاص طب اللي بعدها تقولي بالنجاتف مش احنا مفروب بنعمل شفت ساين من غير النجاتف ونو عند جرب تعالي نجرب بنعملها كده ونشوفها تديني حاجة ولا تعالي نعمل شفت ساين نجاتف 0.6 لان على فكرة هو انا ليه بقولك من غير النجاتف ساعات هو هيديك اجابة صح بس انا عارف الساين نجاتف فين وفين في الثرد والفورث ساعات يديك الاجابة لما بتحطها بالنجاتف مثلا بيديك اجابة الفورث بس انت عايز اجابة الثرد فمش هتلاقيها فهمت انا ليه بقول كده فهو على حسب الاختيارات انا هجرب بعمل شفت ساين عادة هو طلع لي الرقم ده هل الرقم ده في الاختيارات بص كده هل الرقم ده في الاختيارات تقول لي اه موجودة هو خلاص هختار ده اللي في الفورث بالمناسبة تقول لي ايه ده ده في الفورث اه 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 زود عليها� 360 كده زود عليها مع Carol's a mod في الفورث اهي تقول لي تمام 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 فعادي جدا يطلع لك المسألة بتاعتك كده يبقى اول حاجة تعملها تعمل ايه تجرب Lords ماشي حبيبي عرفنا كده القصة والحدوتة كلها طيب اللي بعده هتحط دي على الكالكوليتر وتحط دي على الكالكوليتر وتشوف يطلع لك انهي اجابة من دول عشان مضاعش وقتك هتطلع رقم كام رقم سين من غير ما في الاخر تحاولها تعملها تايمز باي على 180 اللي بعد ساين انهي انجل بهاف عايز الصغيرة هعمل شفت ساين للهاف تطلع ثرتي شكرا شكرا ماشي اللي بعده اللي بعده انا مش عايز الفيديو ده يزيد مدته عن نص ساعة كوسين الزاوية بالرقم ده عايز اصغر واحدة خلاص اعمل شفت كوسين ودوس كومة شفت كوسين وحط الرقم ده ودوس كومة هتطلع لحضرتك رقم ايه بس كده بس كده بيقول لي الصين بنيجاتف هو فعايز اصغر واحدة هوا بص إنه بقيلا بك PE komt ايزاي؟ انا عارف صين فين؟ الصين في الثيرد والثورث وععائز اللي في الثيرد تقول لي اه اعرف لو عملت shift sign بالنجاتف بتاعتها هتطلع لك negative third تقول لي طب ما ده صغير لا يا حبيب لا استنى انا عايز اللي في الثيرد ممكن عيل ناصح بقى انصح عيل بقى في اخواته ويقول لي ايه يقول لي الوحيدة اللي في الثيرد هي دي ادي الاجابة ايه ده بجد اه اه ده وقت ناصح اوي بقى اوي يقول لي طب هو المفروض جابها ازاي الرجل ده عادي يعني عمل shift sign من غير النجاتف shift sign للهوف من غير النجاتف تطلع 30 هل دي الاجابة لا انا عايز اللي في الثيرد يبقى هعمل 180 plus 30 تطلع 200 تاني شفت فيه فيه ناس ناصحة كده لو انت منعلم ناصحة دي كتاب لي كده اقول لا مستر انا عايز منعلم ناصحة انا عملتها كده صح انت يعني ناصحة هبيد ناصح لان خلي بالك فيه فرق بين واحد هبيد هبد وفيه calculated هبد هبد مبني على اساس قلمي طالب بيفكر يعني هو ليه هبدت و هندرت تاني لانه عارف انها في الثيرد حسبها لا ما حسبهاش كوفتا كده بس هو واحد فاني عكس واحد تاني ام داخل كده ايه يقول لي اصغر ايه كذا يقول لي negative 30 اصغر رقم لا ما انا من حق ازاود سري 60 عليها صح ولا لا ماشا مستر ماشي اللي بعد رقم 16 بيقول لي if the terminal side بيقطع اليونت سيركل فيه ده والواي ده رقم positive خلي بالك ده negative وده positive ايه ده يعني انا فانهي كواد الاول negative والتاني positive امشي negative وطلع positive ده انا في الثاني كانو بيقول لك انك في الثاني يا باشا عايزي عايزي theta اه ده انا في الثاني طب هو اول واحد ده لإيه ده cosine يعني انا بقول لك ان cosine theta بnegative روت ثري على طول وانا في الثاني خلاص هعمل shift cosine من غير النجاتف من غير النجاتف تطلع 30 هل دي الاجابة لا انا عايزي اللي في الثاني هعمل 180 minus 30 تطلع 150 ديجريز ممكن عايزي تاني ناصح قوي يقول لك انا عرفت ان انا فين في الثاني ليه الاول negative وهو الوحيدة اللي في الثاني positive الوحيدة اللي في الثاني ده رقم B برضو ده واحد بيعمل calculated happened ماشي رقم 19 بيقول لي if the terminal side of an angle بيقطع اليونة circle في الpoint دي zen theta بكام مبدأين دي في انهي quad في الثاني يا مستر negative و positive امشي negative وطلع positive انا في الثاني حلو قوي يجي الود اللي هو بتاع calculated happened اهي الوحيدة اللي في الثاني شفت يا ابني على طول بص عايزك تبقى عايزي الناصح على فكرة امتحانك بيقى فيه زنقة وقت محترمة فانك تكون ناصح كده وبتشغل مخك دي حاجة حجم ماشي رقم 18 بيقول لنا عايز major of the angle اللي اسمها ACB عايز اعرف الزاوية دي هو انا عشان اجيب الزاوية دي هعمل ايه معايا ده 5 وده 12 وطبعا بالpythagoras ده 13 واحد يقول لي عادي هعمل shift sign لو عملت shift sign لازم اخد 5 على 13 ايه ده ده بيقولك shift sign 12 على 13 ايه لها بالدا او ممكن اعمل shift cosine 12 على 13 بص shift cosine shift cosine adjacent على الhypotence دي صح واحد تاني يقول لي صوري واحد تاني يقول لي shift تان opposite على الadjacent 5 على 12 فدي غلط طب الكوسيك هو الكوسيك ده مقلوب الايه الصين طب انا لما بعمل shift sign مش مفروض 5 على 13 يبقى المفروض الكوسيك مقلوبها 13 على 5 لا لا ده كاتب لك هبل يبقى الوحيدة الصح هي رقم كام رقم دي ماشي حبيبي دي كانت المسألة رقم 18 اخر سؤال معانا بيقول لي cosine of half خلي بالك الهف بالدجري تقول لي ايه ده يعني ايه الفرق بين دي ودي ايه ده 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 الاثنين واحد لا 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 دي هتكتب cosine half عادي جدا الهف دي زاوية 0.5 يعني تعمل cosine half تكتب كده على الكالكوليتور cosine اهو cosine half اهو half اهو وانا على تو عادي بيطلع لك رقم سوري وانا على تو نطلع كده ونقفل براكت بعدين times shift cosine اهو shift cosine للهف كينه بيقول لك cosine انهي انجل بهف اهو cosine 30 تمام انت فاهم كده بس وحطه على الحزب طلع لك الرقم المؤرف ده تقول لي ايه ده هو الرقم ده تقريبا كام يا مستر يعني تقريبا كنت شايفه كام حتى هبص عامل لك علامة approximately 60 انا شايفه 59.99 مش عارف ايه اللي هو كام اللي هو 30 وده كده يا حبيبي كان الاكسرسايز بتاع الدرس ده اتمنى اتمنى ان احنا نكون استفادنا من الكلام ده الحمد لله كده فرع خلص اهو ده فرع التريجنومتري شوفكم ان شاء الله وباذن ربنا في فيديو تاني وربنا يوفقكو كده اي اسئلة او اي استفسارات تكتبوها لي تحت وان شاء الله باذن ربنا احاول ارد عليها ربنا يوفقكو شوفكو في فيديو تاني شكرا